أنا عندي مثلا 12 سنة وأنا بيجي لي صداع برضو بس مش مرتبط بحاجة يعني ممكن يجي لي لدرجة اللي أنا يغم علي من لو ما أخدش مساكن مش مرتبط مثلا بمجهود مش مرتبط بقعدة في البيت يعني ممكنكم راية خالص ويجي لي برضو بنفس الألم الألم فيني يا أستاذ محمد بيبقى في النص مثلا نص اللي وراء نص راسي اللي وراء وممكن يكون واصل لعيني تمام يعني لو بضغط على عيني كده ضغطة خفيفة بحس بي طبعا ما خليني ماشي على طول معي مساكن في الشنطة وفي جيبي ما أقدرش أتحرك من غير طبعا الوقت ده يعني وكشفت بضعا دكاترة مخو أعصاب أو بطنة أو كل حاجة بنقعد نعمل تحليل وأشاعة في الآخر بما نوصلش إلى حاجة غيره هو مالو السنة طيب عايز تسألوا يا سؤالي يا دكتور هسا هذيك سؤال هو الصداع بيتكرر مع هذيك كل دي يعني هل بيتكرر مثلا أفطار بيجي مثلا كم مرة في الأسبوع أو كم مرة في الشهر ممكن ما يجيش شهر كامل وممكن مثلا يجي لي في أسبوع يجي كل يوم تمام وهل معايا زي ما قلنا فيه سيلان في الأنف أو عنك بالدمع أو فيه احتقان في العين لا خالص بيجي لسه وبيجي على الناحية واحدة من الرأس بيجي في النص اللي ورا وهل بتحس فيه زي نبضات كده زي نبضات قلبك طبعنا يا أستاذ محمد ألف سلام عليك يا دكتور ده بردو شكله نوع من أنه صداع نصفي نصفي نحن يعني حارتك قلت ده تالت تصنيفه تالت أكثر انتشارا أكثر مرض في العالم أه يعني أكثر مرض انتشارا طيب طبيعيا نحن يجي لنا أسئلة كتير طب من هو عنده 12 سنة صداع نصفي يجي للأطفال آه فيه أنواع بيسموه تصاب تايب من الصداع نصفي فيه الصداع نصفي اللي هو بيجي في حاجة اسمها أورة وحاجة اسموها من غير أورة وهاشرح الأورة دي اللي هي بتبقى زي عرض يحصل قبل الصداع على طول بيبقى أكثر عرض فيجول يعني حاجة في العين المساعات المريض يقول أنا قبل الصداع على طول بيجي لي زي فلاش ده هنشوفه فين خلال الصورة هنشوفه أو صورة زجزاج أو صورة زي متكسرة الصورة مختلفة الرؤية بتاعت اختلفت موضوعها بيقعد مثلا دقيقة لخمس دقائق بعدين بيجي ساعتها للصداع ده نوع فيه نوع من غير الأورة دي من الصداع على طول بيجي الدب على طول في الدماغ بعدين فيه نوع تاني بيجي مثلا مع الدورة الشهرية اسمه الصداع النصفي صداع النصفي بيجي في الأطفال صداع النصفي بيجي بيسموه هميبلجيك أو ساعات الصداع النصفي ساعات بيجي بشلل يعني ساعات المريض بيجي له صداع نصفي ويجي مثلا ضعف مثلا على ناحية من الجسم من ييد والراجل فترة بعدين يتحسن تاني ودي طبعا بنشوك إن هي جلطة في المخ ونازم نعمل أشعاعات ويطلع في الآخر إن هو مريض صدع نصفين وفيه صدع بيجي أعراض من أعراض زي التهاب في جزع المخ إن هو ممكن المريض يجي له دوار ممكن المريض يجي له مثلا ترجيع أو زدواج رؤية كل ده عشان تأثير الصدع بيوصل أو الكهرباء بتاعت الصدع بتوصل ليه جزع المخ فبتدت تعمل أعراض على حسب المكان اللي هو بيكون أفاكتد أو المكان نعم طبعا أنا